مشاهدنا نذكر من جديد أنه كشفت القنصلية العامة الجزائرية بدبي عن تحويل قائمة الأشخاص الذين سجلوا عبر البريد الإلكتروني إلى مصالح الخطوط الجوية الجزائرية وهو ما يتيح لهم إمكانية اقتناء التذاكر من الوكالة مباشرة التعليم تتعلق بالرحلات الثلاثة المبرمجة يوم الرابع عشر السادس عشر والتاسع عشر ديسمبر 2020 كما يجدر أو تجدر الإشارة مشاهدنا أن كل مسافر مجبر على تقديم فحص بي سيار بمدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الرحلة إلى جانب تقيد المسافرين بإمضاء تعهد بخضوع لفترة حجر صحي مباشرة عند دخولهم للجزائر لمدة أسبوع